هذه المنطقة كانت محببة على قلب يسوع المسيح بعد ما ترك الناصري كان ساكن في كفر نحوم وكان بعلم حول هذه المناطق كفر نحوم واحدة من المدن الرئيسية اللي كان ساكن فيها متى كاتب هذه البشارة اللي بيتكلم عن العزة عن الجبل تعليم يسوع المسيح وكمان بطرس وعائلته يحنى كانوا ساكنين ويزوروا في هذه المنطقة يسوع شفى حمات بطرس بيت بطرس خلفي وين الكنيسة وهذا المجمع وين كان يسوع بعلم يسوع كان بيعتبر خادم متجول كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس هذه نموذج خدمة يسوع كما قال في مجمع الناصرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب طبعا يسوع كان خادم متجول كان بروح كان بيذهب للناس وكان بيدعو الناس إلى التوبة وبعلم عن ملكوت السموات هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم وهو الذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ترجمة نانسي قنقر